نصل في هذا الفيديو إلى العنصر الأخير من الوحدة الثالثة وهو العنصر المتعلق بأخلاقيات القيادة التربوية طبعا القيادة التربوية صارت مصطلح شائع في عصرنا بل هو مصطلح تربوي مستهلك بشدة وموجود في أغلب البحوث وحتى في النصوص الرسمية المنظمة لعملية التربية والتعليم طبعا القيادة مصطلح عوض اليوم المدير عوض مصطلح المدير مدير المدرسة أو مدير المؤسسة التربوية وصار القيادة التربوية في واقع الأمر هذا التغيير ليس تغيير بالصدفة وإنما وراءه نظريات كاملة في القيادة التربوية هل أن المعلم بحد ذاته؟ حتى ولو لم يتسلم منصب مدير هل هو وقاء التربوي؟ هل تنسحب عليه صفة القيادة التربوية في علاقتي بطلابه؟ بالتأكيد لأن القيادة مراتب ودرجات والقيادة ليست بالضرورة الإدارة لكن نحن تعودنا على اختزالها في شخص الإدارة لكن القيادة مجالها مجال واسع والقيادة قد لا تكون حتى في المجال المؤسسي القيادة قد تكون في شكل جماعة هذه الجماعة في أي مجال ليس بالضرورة في مجال مؤسسي مهيكل في مكان محدد القيادة مفتوحة القيادة القيادة في كل شيء القيادة طيب إذن المعلم يمكن أن يكون قاعد تربوي بل بالعكس المعلم هو قاعد تربوي طيب لكن دعنا نتحدث عن أخلاق قيادة باعتبارها تشير إلى المدير إلى الإدارة المدرسية لقد صار القيادة التربوية في عصرنا دورا حاسما في تطوير العملية التربوية ومعنى هذا أن إرادة التغيير الحقيقية وتنفيذها تبدأ من القاعدة التربوية وتتوقف على مدى عمق ثقافته تطويرية والإبداعية القاعدة التربوية هو منطلق كل تغيير القاعدة التربوية مسؤوليته جسيمة جدا فهو إما يرتقي بالمدرسة أو يفشل المدرسة وإما أن ينجح العملية التربوية إما أن ينصل بالعملية التربوية إلى أهدفها أو على العكس من ذلك يعطل ويفشل العملية التربوية طبعا تقول لي القاعدة التربوية لا يشتغل بنفسه أكيد لأن القاعدة التربوية يشتغل فيه طار مؤس وبالتالي المؤسسة لما نقول مؤسسة نقول قبل كل شيء مجموعة قواعة أنظمة أطراف متعددة علاقات مهنية أهداف تخطيط تنفيذ وسائل تنفيذ كل هذا يأتي في تعريف المؤسس إذن القاعدة التربوية مسؤولية خطيرة لأنها مسؤولية كبيرة ولهذا السبب قلنا فإن القاعدة التربوية موقع المبادرة والإشعاع في كل ما يتعلق بالعملية التربوية داخل المؤسسة التربوية وخارجها حتى خلق إنه رأس القاعدة وقائدة إذا كانت القاعدة تسير بشكل سليم فإن كل أعربات القطار الأخرى ستسير خلفها بشكل مستمر أو دعنا نقول في مفهوم القيادة اليوم تسير معه لأن القيادة اليوم هي قيادة تشاركية هذا المعنى العلمي والمعنى المتطور لمفهوم القيادة طيب ما هي أخلاق القاعدة التربوية؟ تخيل هذا سؤال في الاختبار ما هي أخلاقية القاعدة التربوية؟ طبعا كما هو موضح على الشاشة مجموعة من القيم الأخلاقية ومجموعة من القيم والصفات الأخلاقية التي ينبغي للقاعدة أن يتحل بها وهي متكاملة الأسهم هذه تشير إلى تكاملها مع بعضها البحض فهي حلقة دائرية تشتغل مع بعضها ربما القيمة الأولى التي تبدو بشكل أكثر وضوح حسب الدراسات والبحوث هي النزاهة والعادل يجب أن يكون نزيها وعادلا هذه من أول شروط التي يتميز بها لماذا النزاهة والعادل؟ النزاهة والعادل لأنه بقدر ما تكون نزيها وعادلا بقدر ما تطاع بقدر ما تكون نزيها وعادلا بين الجميع بقدر ما تطاع بقدر ما يكون قرارك أو طلبك أو أمرك مقبولا من الجميع لأن لو لا تكون نزيها يعني تكون مغالط ومراوغ ولا لا تكون عادل تكون مجامل البعض على حساب البعض وتكون ظالم فإن أي قرار تصدره سيكون محل شك سيكون محل شك محل ريبة الجميع سيقول لصالح من هذا؟ لكن لما تكون نزيه وتكون عادل فإن كل قراراتك ستقبل فهذا الشرط أخلاقي ضروري الشرط الأخلاقي الثاني هو أن يشارك الآخرين في اتخاذ القرارات القيادة التشاركي طبعا هذا من الذكاء أن تشارك الآخرين وهذا طبعا ليس شوف يعني في شكلين حسب بعض الدراسات التي قمنا بها في الاستبانات هناك من القيادات التربوية التي تذهب إلى محاولة تشارك الآخرين سوريا أقول لك أن القرارات لابد لها في النهاية من رأي مدبر واحد مفهوم الزعامة لابد من اتخاذ القرار لأنه فيه مسؤولية وأحيانا القرار لابد أن يتخذ من سلطة قرار واحدة لكن إذا اتخذنا سلطة القرار واحد بشكل فإن الغالبية سيرون أن القرار مسقط فلذلك يتخذ القائد القرار ثم بشكل ما يوهم البقية بأنهم يشركهم ولكن هو يكون قد اتخذ القرار قبلا ذلك طيب هذه في بعض الحالات قد تنجح ولكن لا تنجح في جميع الحالات الأفضل هو مشاركة الآخرين لماذا مشاركة الآخرين الفعلية وليست السورية لماذا؟ لأن نحن في تراثنا أو في مأثورنا الأخلاقي والأدبي والفقري والديني ما خاب من استشار هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وراء كل ذي علم علي لا تدعي في العلم فلسفة فكل من يعتقد أنه يمتلك الحقيقة هو على خطأ ولذلك لابد من إدخال الآخرين لأن تشريك الآخرين يعطيك ثراها في الأفكار تنوع في الأفكار يعطيك تنوع في الإمكانيات يفتح لك الخيال يعني طاقات تعطيك قرارات قد لا تكون في الحسبان وتكون قرارات جيدة وصائبة ويعطيك إمكانيات أخرى يفتح أمامك وفق أخرى ولذلك تشريك الآخرين لابد أن يكون ضروري ثم أن من الأخلاقيات أيضا أن القائد التربوي ينفذ قرارات الآخرين حسب الإمكان أيضا حسب بعض دراستنا يتظاهر بعض القادة بأنهم ينفذون لا التظاهر أيضا قد لا ينجح دائما تنفيذ قرارات الآخرين يكون رسالة بأن ما يحدث هو مسؤولية الجميع حتى ولو كانت النتائج غير متوقعة أو كانت النتائج يعني ليست بالنجاح المأمول فإنه المسؤولية تعود على الجميع طالما أنت قاعد تشاركي لما تكون قاعد متفردة أو قاعد سلطوي فإن النتيجة تكون وحدك في تحمل المسؤولية وبالتالي فهذا أيضا ينجيك حتى يعني يخفف عنك المسؤولية ثالثا العزم والحزم رابعا عفوا الحزم والعزم طبعا هنا شخصية لابد أن تكون تنفذ ما يتم قرارها ليست شخصية كثيرا للأسف من القيادات التربوية تتحدث تتكلم بشكل خطابي جميل ولكن عمسته التنفيذ لا شيء لا شيء طيب يا أخي يقول لك والله مللنا أحن الخطابات مللنا الكلام الكلام على الكلام على الكلام على الكلام لا لما يتم حاول أنك لما تعد كقاعد تربوية أن تكون ملتزم توصل رسالة مهمة جدا وهو أنك لا تتكلم في الفراخ وأن لكلمتك قيمة فهذا يدخل في باب العزم والحزم وأيضا أن تكون حازم في القرار النهائي وتبعد صفة التردد التي هي ليست صفة دائما إيجابية يعني فهي صفة سلبي أخيرا من الأخلاقية القاعد التربوي الصبر والحلم الصبر والحلم لابد لابد أن تكون قاعد تتجاوز صغائر الأمور وتهتم بالأمور الكبيرة أشياء الصغيرة والأخطاء الصغيرة والهفوات الصغيرة كلها تتجاوز عنها أحيانا المشاركين معك قد يخطئون في تقدير الأمور فإذا تسرعت نحو اتخاذ قرار ضدهم وكذا قد يطور الأمور في شكل افتجاه سلبي لكن لو تتحلى بالصبر والحلم فإن ذلك قد يحل الأمور بشكل نهائي إذن هكذا نصل معا إلى نهاية هذا المقرر ونذكر فقط بأننا رأينا فيه مفهوم المهنة لغة واصطلاحا مفهوم أخلاقية المهنة بشكل عام ثم الضوابط المدنية والشرعية للمهنة ثم أخلاقية المهنة في التربية والتعليم تخصيصا وخلصنا في النهاية إلى أخلاقيات القائد التربوي لماذا هذا العنصر الأخير؟ لأهمية القائد التربوي في عصلنا والاعتبار أن المعلم هو بدرجة أساسية قائد التربوي حتى وإن لم يتحمل إدارة المؤسسة فلديه مسؤولية القيادة في فصله وفي علاقته بطلابه هكذا إذا نكون قد أنهينا الشابتر ثري والوحدة ويونت ثري على أساس أننا سنستمر الآن في الوحدة الرابعة التي ستكون أكثر تخصيصا من الوحدة الثالثة والوحدة الثانية والوحدة الأولى ستكون الوحدة الرابعة إن شاء الله بخصوص أخلاقية المهنة المعلم السعودي يعني المثاق السعودي لأخلاقية مهنة التربية والتعليم وهو موضوع هام جدا وخاص جدا يقدم أساسا للمعلمين السعوديين